قال وزير النقل والمواصلات جلال السعيد أن الوزارة تتولي اهتماما كبيرا بالطرق في الوادي الجديد التي بلغت استثماراتها 700 مليون جنيه جاء ذلك خلال زيارة الوزير للمحافظة حيث تفقد عدة مشروعات للطرق منها ازدواج طريق الخارج أسيوت بطول 30 كم وتوسعة طريق الخارج الدخلة بطول 42 كم وتطوير طريق الخارج بطول 30 كم